طيب الأهلي النهاردة استأنف تدريباته استعدادا لمباراة بيرامدز يوم الخميس مباراة غاية في القوة الصعوبة ومهمة قوي بالنسبة لنا مش إن احنا عشان نكسب بيرامدز أوحالة احنا عايزين نكسب عشان نوصل لقمة الدوري ونعوض فرق النقاط بسبب المباراة المؤجلة فبالتالي النهاردة بعض الأخبار تتعلق بالنادي الأهلي النهاردة كابتن سيد عبدالحفيز فرض حظراً إعلامياً على لعابة الأهلي بشكل كامل محدش يطلع يتكلم في الإعلام غير بعد إن شاء الله يوم 17 الأمور تنتهي على خير بفوز النادي الأهلي وطول الدوري أبطال أفريقيا وقرار صائب جداً من كابتن سيد عبدالحفيز مسلماني كمان بكرة حيدي اللعبة دي لقاطات من المرأة النهاردة اللي حضرتكم شايفينها في هذه اللحظات أو ده ما يشدي لقاطات أرشيفية لتدريبات النادي الأهلي بس النهاردة كان فيه مران صباحي بالنسبة لفريق وانتهى مسلماني كمان حيمنح لعابة الأهلي راحة سلبية بكرة ده في إطار البرنامج الوضع الجاذب فني استعداداً للمواجهات المقبلة كهرابا كمان النهاردة عمل تدريبات فردية بسبب إنه كان عنده امتحان النهاردة نتمنى له التوفيق وينجح إن شاء الله كهرابا عنصر من عناصر مهمة وإن شاء الله بإذن الله يكون مع الفرقة دايماً كده ويتألق أكتر وأكتر مسلماني كمان اجتمع مع اللاعبين النهاردة على هامش المران واتكلم معهم عن مبرات الأمس وشكرهم على الأداء والنتيجة وفي حالة من السعادة بالجهاز الفني أو من الجهاز الفني باللعبين بعد هذا الأداء وهذه النتائج المميزة لكن أكد عليهم إن احنا لسه ما حققناش حاجة طبعاً ما حققناش حاجة الوصول النهائي مش إنجاز للأهلي لكن إنجازها هو البطولة بإذن الله تعالى الأهلي حققها قدام كازر تشيفز يوم 17 حتى هذه اللحظة ونسبة معاد المطش في محاولات من الانتحاد المصري وطلب من الانتحاد الأفريكي إن المباراة تتقدم حوالي 24 ساعة عشان لعب المنتخب الأولمبي الموجودين في الأهلي سافروا لتوكيو لكن الأمور دي لم تحسن بعد ونسبة كبيرة مش هيتم الاتفاق على الجزء دي هنشوف إلا هيحصل وكان فيه تأسيمة قوية مع نهاية المران تقلق فيها كل اللاعبين واللعبة اللي شاركت مباراة كان لها مران استشفائي ده فيما تعلق بأخبار الأهلي هروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكمل فقرات الحلقة يلا بي